أكد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريح خاص لمركز الأخبار أن العلاقات البحرينية الإماراتية تزداد نمواً وتطوراً في كافة المجالات نعم وأشاد أعضاء مجلس النواب بما وصلت إليه العلاقات بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي من مستويات تعاون متقدمة في مجال العمل التشريعي في اللجنة الصداقة الوحرينية الإماراتية البرلمانية ومن خلالها اللجنة أحد أعضاء هذه اللجنة نتباحث في الكثير الأمور المشتركة ونواحد المواقف فيها على المستوى كانت الأمور السياسية أو الأمور الدبلوماسية البرلمانية فهذه العلاقات وهذه السياسات التي وضعت من القيادة يأتي على السلطة التشريعية وعلى الشعب بشكل عام فأنا أعتقد العلاقة التي بين البحرين والأمورات علاقة صارت تصرنا أهل وأسرة والله لا يغير علينا ونتمنى أن تستمرها العلاقات وتكون في أحسن حال دوم العلاقات البحرينية الإماراتية علاقات قوية علاقات تبدأ من قيادة البلدين والشعوب والشعبين نفسهم دائما في زيارات متبادلة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة دائما نشترك معهم في القرار ودائما نكون قضايا من مصدر واحد ويكون دائما متفقين عليها دائما نجتمع مع بعض نحن مرتبطين من ناحية الاقتصادية من ناحية الاجتماعية من جميع النواحي فالله يدوم إن شاء الله هذه المحبة وهذه العلاقات بدنا الله نرحب العلاقات الوطيدة بين البحرين والإمارات البحرين والإمارات تربطها علاقات قديمة منذ الأزل من على أيام الشيخ زايد رحمة الله عليه هو أبي الجميع والشيخ يسر رحمة الله أبي الجميع كانت تربطهم علاقات أخوية نبعت منها العلاقات بين البلدين بين البحرين والإمارات كذلك التعاون التشريعي بين البلدين بين البحرين والإمارات تعاون تشريعي كذلك الزيارات القيادية بين البلدين من سيدي جلالة الملك وصاحب السمو والشيخ محمد بنزايد كذلك زيارات أخوية شبه كل شهرين أو ثلاثة تقريبا وهذا شيء يعني يثلج الصدر كلما زالت المحبة بين البلدين زالت الأخوة وزالت الأمن والأمان في كل البلدين بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر